اشتركوا في القناة المتسلسل في اليمن الواضح حتى الان انه تم القبض عليه وتم العثور على ثلاث جثث ولازال البحث جيري وين تحديدا في صرف بني حشيش حتى الان لم يصدر اي تقرير رسمي من الجهات الامنية او من الاعلام الابني وهذا الامر قادم لا محالة بكل تأكيد ولكن عملية البحث واضح انها لازالت جيرية ااكد لكم للامانة الادبية انه كثير من المعلومات التي سندكرها في هذه الحلقة قد لا تكون دقيقة بشكل كبير لانه لا يوجد شيء رسمي نستند عليه حتى الان طيب ما هي مصادرنا في تقديم المعلومات هي التقارير الصحفية التي صدرت حتى الان والمحايدة منها فقط الصحف التي تحدثت عن هذه الواقع بشكل محايد وركزت على الجريمة سنستقي منها المعلومات لانه للأسف في بلادنا كثير من الأقلام الصحفية اصبحت تركز فقط على توجيه الضربات السياسية من اي جريمة حقوق الضحايا مش مهم تفاصيل الجريمة مش مهم ان احنا نخرج بالتقرير توصيات صحفي مش مهم المهم ان احنا نوجه ضربات سياسية يعني في هذه القضية حتى الان بعض الصحف او معظمها بدل ما تركز على الجريمة حيثياتها دوافحها تداعياتها سجل العلاقات اللي ربط الضحايا بالجيني تاريخ الضحايا البعد الانساني لهكذا حدث ولذلك يا اصدقائي لن نعتمد على هذه المصادر دعونا من الكلام هذا يا اصدقائي ودعونا نبدأ في الحدث الحدث تحديداً حصل في صرف بني حشيش والواضح حتى الان لانه التسلسل الزمني للأحداث حتى الان غير واضح الاخبار بتخرج لها اثنين وسبعين ساعة اختفى شخص اسمه هاشم او ابو هاشم الناس خرجت تبحث عنه استمرت عملية البحث دون جدوى وفي منطقة في صرف بني حشيش وجدوا دراجة النارية خارج مزرعة عينب دخلت الناس تبحث هناك فريق البحث في نقطة معينة اجتم رائحنتنا البعض عرف انه هذه رائحة تحلل جثة وين في حفرة والواضح حتى الان ان الحفرة هذه كانت سطحية لانها لو كانت عميقة لما صدرت رائحة بالنبش فعليا وجدوا جثة هاشم علما انه معانا الصور الان ولكن لا نستطيع هنشوف في المونتاج اذا سمحنا اليوتيوب ننشرها سننشرها اذا رفضوا سنقوم باشتزائها واعادة المونتاج قد تنزل حلقة هذه متأخر وانا عارف هياخروها فكان هذا هو الحدث الاول ايجاد الجثة الاولى مع استمرار عملية البحث بعد ساعات وجدوا جثة اخرى في نفس المنطقة والواضح كذلك انه مرتكب الجريمة واحد عصر الجمعة الماضية كذلك وجدوا جثة ثالثة هذا دلالة انه بعد ايجاد الجثة الاولى بدأت عملية تمشيط المنطقة وجدوا جثة ثالثة وين داخل غرفة حراسة مزرعة مدفونة داخلها وهذه ثالث جثة الاثار تشير انه مرتكب الجريمة هو واحد ليش؟ لانه الجميع قضى نحبه بنفس الطريقة ضربت بفأس او بحجارة على الرأس هذه مباشرة دلالة على انه مرتكب الجريمة هو نفس الشخص قاتل متسلسل يقوم بارتكاب جرائم قتل في صرف بني حشيش الاخبار حتى الان بتقول لك انه في اربع اشخاص مختفين في نفس المنطقة وانه حاليا جاري انتشال جثة رابعة واكد لكم للمرة الثانية لان نحن في زوايا مظلمة لسنا قناة فرقاعات وانما قناة حقائق حتى الان المعلومات هذه اللي خارجها من التقارير الصحفية هننتظر التقارير الامنية طيب ما هي تطورات الاحداث والتحقيقات حتى الان الواضح انه في هاتف الضحية الاولى هاشم الشرطة وجدت انه تواصل مع شخص اسمه علي عبدو الصرفي او الصرفي او الصرفي مش عارف تشكيل اللقب لانه فيه القاب تتشابه محد جيزة اللي يقول هذا مش من عندنا وجدوا انه الضحية اتصل مع هذا الرجل هو اخر واحد فتم القاء القبض عليه اعتقد الان بعض الصحف بتقول لك انه هو اللي شارك في انتشال الجثة الثالثة والرابعة مع التحقيق معه اعترف بستة هذه المع ستة غير الثلاثة المعلومة هذه حتى الان غير دقيقة وهننتظر الاعلام الامنية وتصريحاته حول هذه الجرائم المتسلسلة ما هي اعترافات الجاني حتى الان اعترافات الجاني انه هذه الجرائم ارتكبها بهدف النهب كيف كان يستدرج ضحايا يختار الضحية ويقنعوا انه فيه افتبة عندهم هناك في صرف بني حشيش انه يوجد هناك كنز مدفون ويقولوا الكلام هذا سر بيني وبينك ما تكلمش حد وانا محتاج حد يساعدني في الحفر عشان نطلع الكنز وانا ليه كده وانت ليك كده ولازم تجيب معاك الالي اختياطا للحراسة لا احد يجي ياخذ مننا الكنز ولا شيء وفيه ناس كثير بسطاء فيه ناس على قده يروح يصدق ويفرح بهذا الشيء المهم كان يستحب الضحايا ويروحوا للموقع هذا عشان يحفروا كان هو يمسك العالي ويخلي الضحية بحسب اعترافاته التي لم نرى نسخة منها في النيابة ولكن خارج من تقارير صحفية انا يهمني الدقة هنا انه كان يخلي الضحية هو اللي يحفر عشان يخرج الكنز وكان لما يلقى خلاص بدأ يتعب وينهك ينهال عليه بألة حادة غالبا فأس على الرأس ويدفنوا في نفس الحفرة اللي حفرتها الضحية يدفنها فيها وياخذ بندق الضحية وانتو عارفين سعر البنادق بآلاف الدولارات ويمشي ويبدأ البحث عن ضحية اخرى هذه هي المعلومات الواضحة والمتوفرة حتى الان اسماء الضحايا اللي وردت حتى الان واحد اسمه هاشم او ابو هاشم ويونس علي حزام وعبد الوالي النهاري هؤلاء هم الثلاثة اللي وجدوهم حتى الان هل هناك جثة رابعة هناك اخبار عن بحث عن جثة رابعة البعض بيقول لك فيه اربع مفخودين بعض المصادر بتقول لك انه اعترف بستة غير الثلاثة وانه مش فاكر الاماكن اللي دفن فيها الجميع هل هذه الروايات حقيقية ام هي تهويل صحفي المؤكد حتى الان انه الفاعل اذا كان هذا هو فعلا الفاعل لان انا مش اقول هذا هو المجرم حتى النيابة تعلن حتى الاعلام الامني يقول لك هذا الانسان انا لن اورد صورته حتى يتم التأكيد اذا كان هذا هو الفاعل فهذا هو بالفعل في يد القوات الامنية التحقيقات معاه مستمرة البعض بيقول لك هو اللي يشارك في ايجاد الجثة الثالثة وكان بيبحث معهم بشكل عادي ولكن هذه كلها مصادر صحفية لن أطيل في هذه الحلقة لأن المعلومات هنا حساسة وسلسلة جرائم كيف تتطور الأحداث؟ هل ننتظر الإعلام الأمني؟ يخرج لنا بتقرير هذه هي المعلومات المتوفرة حتى الآن أجد بعض المصادر الصحفية تبرر لك هذه الجرائم بسبب الوضع الاقتصادي وهذه في حد ذاتها جريمة من يبرر ارتكاب جرائم كقتل ومتسلسل أيضا بسبب الظروف الاقتصادية هذا التبرير في حد ذاته جريمة لأن الجرائم تحدث في كل مكان في العالم والقتل المتسلسلين هذه عنده مشكلة في العقلية في الحالة النفسية وليس لها أي علاقة بالوضع الاقتصادي ولكن رأينا بعض الدول الأفريقية كان يرتكب فيها مليون جريمة كل يوم معلومة هذه غير صحيحة والجرائم تحدث في كل مكان في العالم وستظل تحدث حتى قيام الساعة ألوم الجهات الأمنية لما تكتشف جثة وتخطي الموضوع ويفشل التحقيق طول ما الموضوع ماشي والتحقيقات مستمرة وتم إلقاء القبضة حتى على الجاني كما هو واضح حتى الآن الأمور تسير في المسار الصحيح علما أنه كثير من القتلى خصوصا القتلى المتسلسلين بيكونوا أغنياء أصلي لا يوجد شيء في العالم يبرر ارتكاب جرائم قتل في أي مكان في اليمن لا تبرر أي جريمة قتل بسبب سوء الظروف الاجتماعية لأنه قد تسقط أنت يوم من الأيام لا قدر الله ضحية لجريمة قتل بهدف النهب والسلب وتجد الناس بيبرره بيقوله هو فقير مسكين لا ما هي المعلومات الجديدة واضح أن القضية هذه قد تكون كبيرة ويظهر فيها ملابسات جديدة وتداعيات أكبر أو قد تكون قضية توقفت عن ثلاثة إنسان قتل ثلاثة بهدف نهبهم هنتابع القضية هذه ولن نتحدث فيها مرة أخرى إلا بعد تقرير الإعلام الأمني ولما نشوف أوراق التحقيقات بأنفسنا ويتم نشرها للعام ما حبيت أطلع معكم لأنه بدأت الأخبار تطلع الجرائم هذه من 72 ساعة القضية هذه ولكن بدأت تطلع قم ساعات أخبارها الآن وبدأت نشر الشائعات والتسييس دعونا نقف وراء حقوق الضحايا وذويهم وبإنصاف نسأل الله الصبر والسلوان لذوي الضحايا ونسأل الله لهم المغفرة والرحمة وأن يسكنهم فسيح جنات ويا رب اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس اضغطونا زر الإعجاب ارفعونا انتشار هذه الحلقة وحتى راكم في حلقة أخرى هذه لكم مني تحية أنا أيمان القاسمي دمتم بود وسلم الجميع